كيف يتفكرة نادي السينما وهذا وهل من وين استلهمت هذه الفكرة يا أبو ميد الفكرة هي من زمان وأنا صغير يعني بالساعة عكسك الظروف ما تقدر تحقق حلمك وأنت صغير ولكن يظل الحلم في قلبك في خيالك في وجدانك ليه ما تكبر ومن دام عندك عائلة تساعدك يعني كتر الله خيرهم أحثوني أن حقك حلمك وأنت كبير يعني فهلا جميل أبو ميد بنعرف شو الهدف اللي كنت بتوصله من خلال إنشاء هذا المتحف بنعرف كيف كانت تفاعل الناس التفاعل الناس وايد كبير ما شاء الله يعني شي جميل أن تزرع السعادة بطريقة استرجاع ذكريات لكل أخت أو أخوان لما يزورون تشوفين دموهم في عيونهم كل واحد يدور عن قصة في المتحف تلامس شعوره هو يا أبو أو أبو شي جميل ما يوصف بالكلام حقيقة إلا تشوفه بنفسك يعني شي يعطيك شهادة حقك مرة ثانية وأنت كبير أن أنجز شي وزرعات السعادة في قلوب الناس